عندنا ملفات كثيرة جداً عن طبعاً الكرة الأفريقية وكمان الكرة العالمية أكيد وحنتكلم بالتفاصيلها بإحنا كده دينا فكرة أرى وكريم في بداية الحالة لكن طبعاً التفاصيل كلها مع عضفنا دكتور عادل كوراية محللة الكرة العالمية منجور جداً بقى نوارنا والله دكتور برسير ربنا خير بيك صلاح بقول لعلى حزيزك صلاح بقودك معنا أهلا بيك أنا أتشرف أن أكون معك ربنا خليك شرف لينا نرى عندنا حاجات كتير عايزين ندردش مع حضرتك فيها بس اسمح لي يعني هنروح لتفصيلة بعيدة شوية بعد كده نرجع بقى ندخل في تفاصيل المباريات تحديداً اللي تلعبت إنبارع بس التفصيلة كنت بتتكلم عنها نهواند في الجزء الأول من حلقة النهاردة فكرة أن العيب يكون بجد استثنائي في كل الأمور وعامل اللي عليه وزيادة وإلى حد بعيد بتضيع مجهوداته دي لمجرد أنه فريقه ما حققش مثلاً مركز متقدم أو مفزش بالدوري أو بدوري أبطال أنا بكلم على محمد صلاح وبكلم تحديداً على جايزة الكرة الدهبية فدي نقطة فعلاً جديدة بأنه نقف عندها ولو لسوانيا هي مشكلة الجوائز الفردية أنه ملهاش معايير يعني هي فكرة غالباً أغلبها بيبقوا التصويت يعني بلوندور من ضمنهم بالتصويت تصويت صحفين مجموعة صحفين من كل نحاء العالم بيتبعت لهم الشيط وهو بيختاروا بناء على رأيهم مفيش أي معايير بيختاروا بناء عليها فدي هادي المشكلة يعني بنلاقي سنة مثلاً يقول لك أصلي مودريتش خدها عشان ريال مادريت خد الشامبينز ليج وكرواتي وصلت نهاية ده يا كاس العالم طب الأداء الفردي أخباره إيه لأ السنة اللي بعدها ميسي طب ميسي ما خدش ولا بطولة لأ بس هو أداء الفردي مش أفضل فريق بالزبط طب ما ده ممكن يخلي بقى أن جايزة مثلاً دبست مثلاً أكتر مصداقية من الكرة الدهبية دبست عشان فيها وعشان فيها أكتر من كاتيجوري يعني بيقى فيها جزء للجمهور وجزء للصحفيين وجزء المدربين وكبات المنتخبات بس ستيل برضو هي تصويت يعني عارف ما فيش معيار محدد بالزبط منما إحنا لو بنتكلم مثلاً على السنة دي كأداء فردي لمحمد صلاح فهو هدف الدور الإنجليزي أكتر أسستات في الدور الإنجليزي واخد كاس انجلترا لو بطولات بقى واخد كاس انجلترا وكاس الرابطة واصل نهائي شامبينز ليج خسران الدوري بفرق نقطة واحدة دور مؤسطر في كل الماتشوت طب انت عايز تينيك أكتر من كده وارقاب دي أسية تتحطر بالزبط ممكن يكون بنزمة طبعاً برضو عمل موسم استثنائي واعتقد النقطة يعني يستحق حتى لو هو أخدها وهو تقريباً يعني شبه أنه أخدها خلاص يعني يستحقها طبعاً لكن صراح منمم في التوب ثري يعني إنما كانش التاني فهو لازم يكون في التوب ثري على أقل تقدير لكن زيان بقول لها حريك هي المشكلة إنه ما فيش معايير مشكلة إنه الموضوع يعتمد على أنا داخل أصوت النهاردة فصوت لفلين أنا بحب كريستيانو فصوت لكريستيانو أنا بحب مينستي فصوت لمينستي دي حقيقة هي بتوقاس بها ده الشكل ومدى التفاعل مع الصحافة كمان وغيره طيب خلينا بقى طالما تكلمنا عن محمد صلاح نروح ليه مباراة أمس ويه يعني ليفر بول ومان سيتي محمد صلاح وهالند اللي عايز يسميها كده يسميها يسميها على كل حال برح كانت حاجة ممتعة جدا أنت بتتفرج بجد والله الدوري الإنجليزي على قد ما بيبقى فيه مشاكل منها التحكيم بالمناسبة نتكلم عن النقطة دي لأنه هو يعني تحس أنه ازاي كده الدوري الإنجليزي اللي هو أعظم وأقوى دوري في العالم ومع هذه الأخطاء التحكمية والحكام هناك لا في حاجة مش برح كانت اللقطة بتاعت الفاول دي مش طبعية أبدا يعني لازم حنوقف عندها بس على كل حال بتشوف زي كانت المباراة هل أصلا كانت متوقعة ولا لأ لأن احنا كلنا كنا وانشحنا بس لنا ناس كتيرة جدا من وحالين الرياضين قالك أنا ألآن على ليفر بول أنا ألآن على محمد صلاح لأن السورة لحد دلوقات وكانتش أفضل شيء نظبوط هي طبعا لو في العادي الماضش هو ده ماضش القمة اللي بقى كمان يمكن خطف الأضواء حتى من كلاسيكو نفسه بزرط 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 لكن يمكن ظروف السنية دي هي اللي خلت الأمور كلها رايحة في اتجاه سيتي سيتي مخسرش ولا ماتش في الدوري ده عن نقطتين بس بتعادل وحيد واللي كان ماشي بشكله محترم جدا على عكس ليفر بولي اللي مكسبش غير ماتشين بس دمانيا اللي لعبهم وعنده أزمة كبيرة وآخر مباراة في الدوري كان خسرا من أرسنل وقبلها متعادل مع برايتن فكان عنده مشكلة فأكتر من حتة يعني فكاد المواجهة الكلاسيكية بين جوارديولا وكلوب على الخط برضو مدية الموضوع جوعد أكبر شوية لكن كله كمتوقع نسيتي هيكسب ويكسب كان ناس كمان خايفة من نتيجة كبيرة ظروف لعبة ليفر بول تميت إصابات كبيرة جدا آخرها كان كمان ترينت أليكساندر أرنولد وإبراهيم أكوناتيه ومتيب فأصبح عنده ثلاث عناصر في الدفاع مش موجودين مرة واحدة اضطر أنه يلعب بميلنر باكرايت وبجومز كقلب دفاع يعني عكس أماكن كتير قوي قدام طبعا هالند المتقلق بشكل كبير جدا وفيه الفودن وديبراينا فكل توقعات الراحة في اتجاه سيتي لكن كلوب قدر نبراه بشكل محترم جدا قدر يوقف خطورة هالند تماما ما شوفناهش يمكن تقولون براه فاندايك كان بعيد من أول الموسم عن مستوى قدر أحسن مباراة لي في الموسم كل اللعبة قدر أحسن مستوياتها كل اللعبة قدمت أعلى اللي عندها صلاح قدر يخطف بطريقته المعتاد يعني جون مبارح لو فاكرين جون ليفر بول في يونايتد من ثلاث سنين هي نسخة أريسون بيستلم صلاح بيبتدي يجري يجري من قبل ما كورة ديله وبيبقى فاهم التفقين عليها عارفين هيعمل بيه فالفرق الوحيد اللي استجد بقى هو ساعة اللقطة اللي كان بيستلم فيها كورة وبيدي وشه لي المرمى المنافس وطبعاً جورديولا عارف اللي حسن لأنه صلاح ضايع واحدة قبلها وهو عارف أن الصلاح بشهادات على اتنين يعني هو أكلوب نفسه ألاف المؤتمر يعني أنا لما ضايع الأولانية قلت لأ التاني هيجبه فهو طبعاً كانت لقطة جميلة جداً قدر بعدها كمان ليفرطول يحافظ على الفوز في رغم الضغط الرهيب اللي يتعاملوا سيتي في الآخر اللقطة اللي نرفزت كلوب اللي كانت لسه أنا هوندل بتتكلم عليها لأن صلاح كان رايح ورايح تقريباً داخل خلاص على المنطقة وبرناردو عمل معها حركة مصرعة يعني خلوها شدوا من التيشير إيه ده إيه ده ده وحشة لي هو مش لصلاح بالضبط ناس افتكرت لقطة راموس في ماتشة وقدام الحكم والحكم قال ليه فده خلى كلوب تنرفز بشكل كبير جداً واضطرد هو اعتذر حتى بعد المباراة في المؤتمر أنا ما كانش مفروض أعمل كده بس أنا ما بنفهمتش كزي دي يعني فيه روايح كده جاءت تلعت من الشرق الأوسط ومنطقتنا العربية راحت على الدولة الإنجليزية يعني بقينا بنتكلم دلوقتي عن أخطاقنا بقينا بنتكلم عن الفار من ساعات بتتعملوا حاجات عجيبة ده أقول لك في الماتشة اللي فات ليفر بول وأرسنال الهدف الأولاني كان في شك كبير جداً أنه أوف سايت على جابريل جيسوس والكلمة اللي اتقلت بعد الماتش كانت تدحك قال لك أصل الكاميرات ما لقاطتش في كل كاميرات الإعادة ما كانتش شايفة جيسوس طفا دي كانت حاجة تدحك جداً يعني انتب انتب تتكلم في أعلى دوري في العالم طب إيه ديني امباراة على فكرة ماتش أرسنال وليز اتأخر ساعة الرابع بسبب الموضوع ده بعد ما الماتش بدأ اكتشفوا أن السيستم مقطوع يعني هو مش قادرين يتواصله مع عربيت الفارو والجائل هذا كتير فوقفوا الماتش حوالي 45 دقيقة كده احنا هناك ولا هنا واضحنا عدناهم احنا عدناهم بس فلا هو فيه طبعا مشكلة كبيرة جداً في التحكيم في انجلترا وانتقادات كبيرة جداً حتى مبارح كان فيه الهدف اللي جابه سيتي وتلغى لكن الكرة كانت قفصيد واضح جداً لكن كلوب يا سوري جوارديول عمالي اعترض لغاية النهاردة عمالي يقول لأ أو الكلام ده بيعدي علي وهو على نغمة واحدة لا بس فعلاً حاجة محتاج الواحد يعني علامة استفهام عليها كم يحتاجين نحللها كمان الفترة أو حيبان في المنشاط اللي جاية لأن كان حتى فيه المواسم اللي فاتت أخطاء طبعاً ولكن مش بهذا الكم الواضح في الدور الانجليزي يعني مش بالشكل ده أبداً الموسم ده فيه حاجة غريبة من بدايته هي فعلاً لا المشاكل كترت وهي أصل الأزمة برضو أن اللي قاعد على الفور ما هو حكم يعني برضو فيه حاجات بتتدخل برضو وحن مش عايز توقع نحوال حاجة أعلى تقنية بقى يعني أدخلك جوة الملعب بالضغط يعني والمفروض يعني حتى اللايحة طاعة الفور كده بتقول أنه عشان تغير القرار لازم يكون يعني مش ما يفعش نقطع بقى تقول لي أصلي فيه 2 ملي أصلي فيه يعني المفروض لو ده لازم بيبقى إرور كبير قوي من الحكم عشان تغير استجدات في النادي الأهلي وشايف أن النادي الأهلي ممكن يكون اختلف إلى أي درجة في ضوء طبعا هنا فيه حاجات كتيرة ما كناش شايفينها تدقى من يعني مرحلة التدريبات والمباريات اللي هي الودية اللي ما كانتش متصورة ولا مزاعة لكن في ضوء اللي حذك شفتوا لغاية دلوقتي شايف إيه الاستجد والأهلي اختلف إزاي سواء محليا أو طبعا محليا لسه بنقول يا هادي يعني لسه بس على الأهلي اللي شفتوا إفريقيا يطمنك إلى أي درجة وكيف ترى المنافسة بعد طبعا ما انتهت دور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والفرق اللي تأهلت لدور المجموعات شايف المنافسة هتكون عاملة إزاي والأهلي فين في المنافسة دي هو مش عايزين نحكم بدري لأن لسه طبعا هو مطشين بس مش عايزين نحكم بدري لكن هي البداية مبشرة شفنا شوية حاجات تطمن شوية أغلب اللعيب في مستوها الحمد لله في المطشين اللي طلعوا تحت حال المنستيري شفنا جمل يعني فكرة أن الفرقة تجيب أربع أهداف منهم تلاتة من كور سابتة ما كناش بنشوف ده كتير يعني شفنا مستوى محترم جدا اللعيبة كانت غايبة فترة طويلة زي محمود بتولي مثلا اللي كانت الإصابات عطلته كتير لكن قدم مطشين على أعلى مستوى حمدي فاتحي المطش التاني ما شاء الله كان حاجة محترمة جدا فهي بداية طمن بداية فيها علامات أن فيه شغل كويس اتعمل الفترة اللي فاتت في الإعداد أعتقد كمان فترة الرحل اللي خدها اللعيبة الأسنين فرقت كتير قوي لأن احنا شايفين اللعيبة راجعة فراش شوية جدا مش شوية بصراحة دوكتور بالضبط فرقت كتير جدا لأن اللعيبة دي كان بقالها تلات أربع سنين ما بتريحش خلص كل تبانية أربعين ساعة كل يعني مطش وتمرينة ومطش مطش وتمرينة فما فيش كان الموضوع كان صعب جدا أكيد الفترة دي فرقت معاهم أتمنى إن شاء الله أن البداية دي مجرد بس ضربة بداية يعني لأن احنا برضو راجعين تاني على الموال بتاع كل 48 ساعة مع بداية الدوري بالنسبة للدوري الأبطال لسه احنا القرعة لسه يمكن في شهر 11 لأنهم حيستنوا الدور التمهيدي التاني في الكونفترالي عشتعمل القرعتين مع بعض لكن الأسامي كبيرة تقريبا كل الكبار بالسستاء مازمبي الوحيد الفريق الوحيد اللي خرج من الدور التمهيدي وشركة مصرية كبيرة بالزبط كل الكبار وصلوا التصنيفات تقريبا شبه السنة اللي فاتت يعني تقريبا لأهلي ممكن يوقف نفس المجموعة النهائية هي لأن الأهلي بس أبوستاء وقالوا سانداونس تاني ومريخ ولا الموجود ممكن نوقف نفس مجموعة زي المهي هو إحصل ده هو إحنا ليه كده حتى في الدوري اللي شمعيلي برضو استنى تنتهي على التوالي يعني هو فيه إيه بجد لا يا أرعى يا أرعى بتقام فعلا ولا يعني كل اللي عرفه حسن اللي بنعرفه حزوز بس زينا حسن يعني النقطة اللي كريم بيقولها دي هل فعلا اللي نعرفه أحسن هل ده معناه أن أنت أصلا داخل على حاجة كبداية ليك تقدر فعلا أنت حافظ أنت شايف إزاي اللعبة تستفيد من الموسم اللي قابلي هل دي بتبقى ضربة ليه نحن كويسة ليها مزايا وليها عيوب برضو ما أنت برضو اللي هناك بقى يعرفني برضو ما هلاعب قدامي وعرف عني كل حاجة بس وفي الوقت الحالي احنا خلاص ما بقيتش يعني وما لا تقص بالمنطق ده لا ما هيبقلك الوقت الحالي خلاص يعني في العصر اللي احنا فيه كل واحد عرف كل حاجة عن البيئي يعني الانترنت ما خلاش حاجة بقى الناس كلها بتتفرج على كل الموطشات تعرفة كل حاجة عن الاسلوب المدرب عن اللعيبة يعني لو رحنا محليا الدوري واسماعيل لسنة التالتة موضوع يضحك والله بس هل حتى ما احنا يعني هتطبق كلام حضرتك على الموضوع على المباراة الاولى ان شاء الله ان شاء الله احنا لتالت مرة على التواني واحنا حفظين بعض اكتر ما احنا حفظين حد بقى تاني هل دي اللي صالحنا ولا لقى الناس لما تيجي تسألهم الاهلوية اقولك انا مش متفائل طب ليه مش متفائل طالما الموضوع لا يقص بهذا الشكل لا وخالي بقى لك كمان يا فرقة الاسمانية تقريبا اتغيرت بشكل كبير قوي يعني مش هو دا اللعب دا السن الفاتف خالص يعني فلا وبعدين الدوري كده كده هتلاعب كل الفرق مش فرقة يعني تبقى كويسة لان الفكرة ان الاهل يخسر الدوري مسلمين وراء بعض الناس مش متعود عليها يعني ومهم ان انت برضو قبل ما تخش في معمعد كاس العالم اللي للأسف هتضطر تلعب ماتشاط فيه ممكن اتمنى ان دا يحصل كنت اتمنى ان تسيب ان الناس تتفرج على كاس العالم وتستمتع به هتفقد كمان لعيبة يعني عندك علي معلوم مش حيبه موجود في الماتشاط لكلاف كاس العالم فلازم تبتلي يتهيأ بديد لي فمهم ان اول كان ماتشو في الدوري دول يبقى فيهم دفعة كويسة تدي ثقة للجهاز الفني الجديد وللعيبة وتدي ثقة للجمهور ان شاء الله في بداية المنزل طيب تعالى بدأ من روح على انجلترا تعالى روح اسمانيا مؤقتة ويه الكلاسيكو ويه الدربي التقليدي اللي برضو لي كتير جدا من العشاء كيف رأيت مباراة ريال مدريد وبرشلونة تفوق كبير قوي الانشلوتي على الخطوط يعني على تشافي تشافي كان لعيب متكامل ومدرب بدأ بشكل كويس جدا مدرب واعد نقدر نقوم بالزبط لكن ظروف في برشلونة مش احسن حاجة ازمات اقتصادية كتير قوي بقالها سنتين ثلاثة لعيبة كبيرة مشي طبعا شوية وقت فيه أزمة عند لعيبة كبار زي بي كي وبوسكتس انهم خلاص مش قادرين يعني بوسكتس مبارح صعب علي بصرح مش قادر يجاري اللي بيحصل في الملعب لسه في برضو مشاكل فنية حصلة حرف يا دكتور يعني مش بقطع كلام الناس بتتعلق على بي كي يقولك لعنة شاكيرة انه بعد اولا يدقر كتير يعني فالله اعلم بس يعني فالحاجات ادحكتني لما قررتها يعني ما هي شاكيرة بس هو فعلا اداءة مترامعة بصراحة اصلا محدش يسيب شاكيرة بصراحة صراحة يعني فيه فيه سيدات كده ما بيجيش بعديهم حد زيهم يعني كاشة تكون اللي عني يعني اصلا يعني ما كانتش من شاكيرة هي تيجي من مين طيب يعني اتفال لا هو فعلا يعني الفكرة انه مرشون كان بادي بشكل كويس قوي لغاية ماتش انتر اللي خسروا الاولاني عمل دروب جامد جدا نفسيا حتى في الفرقة كمان اصبحت الظروح حتى في الشامبينز ليج هم على وشك ودع الشامبينز ليج رسميا يعني الموضوع خلاص شبه حياتأكد الاسبوع الجاي ان هم حيخرجوا من الشامبينز ليج ودي هتبقى ازمة كبيرة قوي كمان ماديا لان الشامبينز ليج بيوفر مبالغ مادية كبيرة قوي في الدوري كانوا ماشيين كويس يمكن اول خسارة من ريال مادريد وفي بقى الفرق ثلاث نقط اللي كانوا متساويين قبل المش في ثوابت كتير في كرة القدم العالمية اتغيرت في الفترة الاخيرة في اسماء سواء يعني لعيبة افراد او فرق وحتى منتخبات في بعض الاحيان متفهمش الخريطة اتغير الخريطة بتتغير بالزبط التدخل الاموال بيفرق كتير قوي يعني احنا دلقتي من اللي بنتكلم على افسد ولا افاد الرياضة يعني بص هي هو افاد المستفيدين يعني افاد مثلا فرق زي منشستر سيتي منشستر سيتي لو اتكلمنا من عشر سنين كان بيبقى في نص الجدول او بينزل درجة تانية كمير دلوقتي بقى حاجة تانية خالص باريس سان جرمان ما كانش موجود على الساحر اللي قد يبقى منهم فرق تشيلسي نفس الحكاية بس تشيلسي بدي بادري شوى من 2003 لما ابترأ أبرانوفيتش في سوق في نادي مش قادر يصرف وممكن يتعرض نواي يهبط كمان نتيجة الأزمات المادية اللي عنده ونادي تاني بيصرف بالمليارات فدي طبعا مفيش تكافؤ في الموضوع ده قانون حتى اللعب المالي النظيف لما اتعمل ما اتطبقش بالأسلوب الصح لدرجة النور التي بفكرنهم يلغوه تاني فلا الموضوع يعني متشعب واتطبق على لعيبة بعينها بالضبط كانوا معملوهم طبق على لعيبة بعينها المسلمين سواء اللي فات او ده ماشي بشكل محترم جدا بيحل الفريق بشكل تدريجي بشكل كواس قوي يعني كاسيميرو مش يجيت شواميني حاجة عظيمة جدا كما فينجا دخل منستان اللي فاتت بدأ يدخل رودريجو ودأ بنيسوس ياخد دوره هو قدر يعوض الفقد اللي حصل في الفريق بشكل أحسن بكتير من برشبه ممكن نرجع للأهلي يعني احنا براحتنا ملفات بتاعتنا والبرنامج بتاعنا وفي يعني الورق ورقنا نروح ونرجع يا جماعة انا عندي سؤال والسؤال ده مالوش اجابة طب خلاص منسيش يا جيد ده من حضرتك صح؟ والوفر الوقت بتاع السؤال ده السؤال تاني مالوش اجابة لان يعني مش هنعرف يعني هقول لحضرتك والله يعني اللي انا عايز اقوله ان دلوقتي مش هينفع كده والله المهم دلوقتي لو انا رحت لي الفريق عندنا ومارسل كولر قالي من وجهة نظري ان الراجل ده زكي جدا بجد وانا لو حقرنه بمدرين فنين سوفار سوفار لان لسه بدري انا حقول عن منوال خصي حتقول لي مبالغ في ادائي شوية او في كلامي صح؟ اهو بينت بس بس انا اشعر ان الراجل ده زكي جدا لان هو تاني هرجع اقول بيجمع ما بين الشخصية القوية والشخصية المحبوبة اللطيفة جدا بتصريحات حلوة بفهمه لجماهير النادي الاهلي من دي وان لما جيه والسور يا كريم واللقطات اللي بيحطها على السوشل ميديا وبيطمن بيها رسائل ان دايركت للجماهير يا جماعة طمنه انا حتى في اجاستي انا بشتغل انا بدرس الفرق المنافسة كل ده زكاة على فكرة فمارسل كولر اعتقد ان هو هيبقى من المدرين الفانيين اللي هيخلي فيه اداء للعيبة بعض اللعيبة اللي هتقدر بقى التواكب ده تختلف بشكل كبير جدا وفي بعض اللعيبة اللي مش هتكمل خاني بقى صورة حياة مين من اللعيبة لو هتقدر تديني اجابة وهي دي النقطة بقى اللي بتشوف طبعا بخبرة حضرتك ان مارسل كولر مع اللاعب ده او اللاعبين دول حيقدروا فعلا يسعدوا ونجموهم يعلى ومين اللي مرشح الى حد ما ان هو ما يبقاش في احسن يعني اداء او يعني في افضل اداء مع مارسل كولر بمنتاز سراح من وجهة نظر دكتور عيد اليان تمام هو زي ما كنت لسه بقول هو الموضوع بدري شوية ان احنا نحكم بس هو مبشر كويس زي ما قلتي بالزبط من حتى اول ما جاء هو مبشر بطريقة التعامل مبشر بطريقة التقرب من الجمهور بطريقة ان هو دخل النادي ازاي ادى حجم النادي ازاي انت نتكلم برضو في مدرب درب في البوندزليجا درب منتخب النمسا لعب في اليورو فهم هو مدرب اسم كبير طبع واول مرة يخرج بره اوروبا ويدرب نادي لكن هو من اول يوم حسس الناس لأنا عارف كويس اوه القيمة اللي انا دخل عليه دي حاجة في منتاز زكاء وحاجة كويسة جدا وقطعت شوت كبير من البداية يعني هو بادي بخطوة حلوة صح بويلر ما عملهاش سوارش ما عملهاش يعني فيه اسباق كتيرة ما عملتهاش بزقاية تفرق طبعا بشخصية بين الشخصات هو معك حق تفرق من حد للتاني لكن هو زي ما قلت هو اخذ خطوة حلوة انه قرب بيها من الناس تواصله مع الناس على طول على السوشي ميديا حاجة كويسة لانه بيتواصل بطريقة معينة ومش نوعد بسلا ياخد رأي ويبدي لانه برضو الكلامات كتير ما بيبقاش حلو ساعات بس هو مش بشكل كويس لغاية دلوقتي فنيا بقى في اللي بتقولي خليني هجواب على نص الأولين بقى يشون نص التاني طب الله ينفع لخالي النص التاني بعد ويرجع بالفاصل عادل تفكر كده برضه دكتور عادل ماشي ماشي سؤالنا كالقاتي قبل الفاصل سؤال ما لنوش إجابة كان مع دكتور عادل سألنا حضرتك أنا وكريم عن مين اللاعب خلينا نقولها كده مين اللاعبين اللي بتشوف هيبقى ليهم دور مؤثر جدا مع الكولر تحديدا لفترة جاية وما تقوليش الفريق كله يعني من وجهة نظر حضرتك بخبرتك طبعا تمام هو طريقة كولر بتعتمد أساسا على إن هو الكرة تطلع بشكل كويس من القلبين الدفاع فدي القلبين الدفاع كلهم دور مهم جدا ناس كتير تطلعت فجأة إن متولي بدأ المطشين اللي فاتوا لكن هو شايف إن محمود متولي اللعيب عنده بيخرج الكرة بشكل كويس جدا بيقدر يطلع بكرة بشكل كويس مع محمد عبد المنعم الاتنين عندهم الحتة دي عندهم إن هما بيعرف يخرجوا بالكرة بشكل كويس قوي هي دي هيبقى ليهم دور كبير قوي أكيد بقيت الموجودين في الفرقة سواء ناسر إبراهيم أو رامي ربيعة أو أيما أشرف هيبقى ليهم دور برضو لأنه مع ضغط المتشاط وكده وبرضو نفس البجموعة دي بتعرف تلعب كورة كويس يعني برضو ياسر كان بيعابل الدور ده مع فايلرينتون فلبرضو إنه بيخرج بالكورة فده أول ما يبقى ليها دور مهم اللعيب اللي بيلعب في مركز رقم عشر ده هيبقى ليه دور مهم جدا برضو سواء كان برونو سوفيو أو مع أفشا لأن الاتنين برضو هيبقى لهم طريقة الرجل بتعتمد على كده فكرة الـ 4-2-3-1 بيبقى لي فيها دور مهم جدا سواء لقلبين الدفاع عشان تطلعه كورة بشكل كويس أو للبلايميكر اللي هو موجود تحت رأس الحربة لأنه هو اللي هيوزع اللعب على الأطراف وعلى لرأس الحربة اللي قدام عبدالقادر برضو كان عشاف أنه هيبقى له دور مهم ووضح أن الرجل اللي عنده ثقة كبيرة جدا فيه لأنه يمكن عبدالقادر كان عليه انتقادات في الماتش الأولاني لكن الماتش الثاني هو اداله ثقة وحطه في دور جديد وعبدالقادر قدر يستغل دور وسجل هدف جميل جدا وكان من نجوم الماتش فكل دول من اللعيبة اللي أنا شايف أنه ممكن نبقى ليها شغل إن شاء الله مع كولور في الفترة نقدر نقول أنه كولور عنده توجه أو عنده تعالى نسميها نزعة هجومية فكرة أنه بيحرر الديفندلات وفكرة أنه عنده إلى حد كبير وده بن لنا في الملعب يعني حتة سرعة الارتداد من الدفاع للهجوم والعكس صح فدي تدينا انطباع أنه عنده نزعة هجومية إلى حد ما أعتقد آلا أنه هو التوازن ما بين الدفاع لا وبيحب يستحوز دايما اللعب ما عايز تحواز كبير على الكرة ده شيء برضو ما شفناهوش كثير صح هي فيها توازن أكيد بس هو عنده لأنه إحنا شفنا وبيلعب زي ما قولك التلاتة واحد يعني فيها أربعة موجودين على طول في ونطل قدام نها اللي اتنين حتى اللي بتوعد دفندرات وعس الملعب فيهم واحد على طول متقدم سواء كان السلية أو حمدي فاتحي عن ديانج دايما هو اللي سابت والسلية وحمدي فاتحي هتلاقيهم بيتقدمه دايما في الحتة دي لو حمدي سابت هتلاقي ديانجي بيتقدم الباكين هتلاقيهم برضو متقدمين شفنا أكرم على طول قدام علي معدوله على طول قدام فهو بيضغط بمجموعة هجومية كبيرة يعامل ضغط هجومي كبير أو مكسف جد فطبعا لا هو واضح أنه عنده الحتة دي النزع الهجومية زائد الاستحواز هو بيحب الاتنين بالزغط فده إن شاء الله وده أعتقد ده اللي الأهلي متعود عليه لسنين اللي فاتت يعني والأهلي عموما في أغلب المطشط بيحيواجه فرق بتلعب قدامه بشكل متراجع بشكل أنه عايز يدافع وكان دي مشكلة كان المسلمين اللي فاتوا في الدوري يجدعيات موقت كتير أنه لما بيلاقي الفريق متكتل ما بيعرفش يلاقي حال فأعتقد أن كودور إن شاء الله حيلاقي الحلول في الحتة دي طيب هنروح لفرنسا شوف إحنا لفين على العالم نطنا كتير فرهبنا خبرتك معنا حلا في اللقاء هنروح لفرنسا ونروح لباريس سان جيرمان تحديدا طبعا يعني حريك قلت النقطة دي وأكيد كلنا ملاحظينها فكرة هنا في تألق مؤخرا لباريس سان جيرمان وده كان كويس جدا لأن أنت لما تيجي تقول اسم كبير لنادي وبعدين بيدم أسماء عظيمة جدا يمكن الدبست من الكرة العالمية وما بيكونش بيتصدر يعني دوري أو غيره ورانكينج يبقى فيه مشكلة وده كانت في البداية وربما ده طبيعي لأن التناغم والكامستري ما بين نجوم أكيد بيبقى فيها تنفسية بيبقى فيها مشكلة في الأول لكن بعد كده الدنيا مشيت وده كويس لكن لو هنتكلم تحديدا عن اللعيبة لو عايزة روح أتكلم تحديدا عن مبابي برضو هذا اللاعب يعني لاعب تقيل جدا وكان فيه مشاكل في الداخل وفكرة برضو نيمار واللي بيمر بيه يمكن كان عنده برضو مشاكل قضائية يعني برضو أكيد لها تأثير على النجوم دول بتشوف كده هل الأفضل لهذه الأسبوع لأننا ذكرتها ومنها تحديدا مبابي أن هو يستمر مع باريش سان جيرمان رغم التقدم مؤخرا ولا مفروض يروح حاجة تانية هم بابيكن خلاص على وشك أنه راح ريال مدري الصيف اللي فات يعني لكن حصل ضغوط غير كراوية ضغوط سياسية تحديدا يعني من من فرنسا ومن جهات تانية الجهات المالكة لباريش سان جيرماني يعني لأكتر من سبب وجدد عقده وبعدين طلع الكلام في اليومين اللي فات وأنه هو لأ وأنه هو مش مرتاح وأن الشروط اللي اتفق عليه ما اتنفذتش وأنه عايز يمشي في نهاية الموسم أو في يناير حتى كمان وطلع تكديب ثم طلع تكديب من النادي من المدير الرياضي للنادي وهو نفسه بابابي نفسه مبارح بعد مباراة مارسايا في الدوري قال لأ أنا ما حصلش وأنا ما قلتش الكلام ده خالص ومش هتكلم فيه لكن برضو الكلام طلع أن فيه شرط جزائي محطوط ممكن يتطبق بعد نهاية الموسم أو في عشرين واربعة وعشرين كلام طلع أن ريال مديريد ما فقدش الأمل أنه هو لسه مصر برضو على أنه عايز مبابي وأن باريسان جمان معندوش منع يبيع بس لأي حد غير ريال مديريد موضوع فيه فيه ضغوط حاجات كده بره كورة من الناس اللي شايف أن مبابي مع ريال مديريد أكيد أحسن يعني حاكيد حيامل نقل جميل كنت لسه لما كنا نتكلم على كلاسيكو قلت أن أنشلوتي بيعمل إحلال في الفرق بشكل تدريجي فهو عارف أنه يسعى لنلعيب زي كاريم بن زيم خلاص قدامه ومسم أو اتنين لأنه خلاص هو وصل للطب ولكن في المعالسن طبعا مع الإصابات الموضوع بيقل فهو جاب رودريجو وقبله جاب فينيسيوس وفوسط الملعب جابت شوامينيو كما فينجا فهو عايز برضو حد زي مبابي بحيث يكمل هايمانة ريال مادريد الموجودة بالزبط وطبعا حتى فلورنتينو رئيس ريال مادريد دايما بيحب سياسة الجالاكتيكوس لأنه كل فترة يبقى عندي سوبرستار بجيبه بيديني ماركتين برضو بالزبط يعني غير القيمة جوا الملعب غير قيمة اللي جوا الملعب هو بيعمل قيمة كبيرة جدا برا الملعب بيدي برضو إمبريشن لبيت الفرق أنا لسه أكبر نادي في العالم وبجيب اللي عيب اللي أنا عايزه فده يمكن ده اللي يخلي الموضوع يتفتح تاني بتاع مبري ممكن يكون بعض كاس العالم لغاية كاس العالم كل حاجة تفتح المؤجلة وبعض كاس العالم كل حاجة تفتح حضرتك من شوية كنت مجمل إجابتك على سؤال من الأسئلة كنت تقول إن السوشال ميديا ما خلتش حاجة وفكرة إن الناس كلها بتشوف صوت وصورة كل حاجة أقول الواحد يقدر يعبر عن رأيه إلى آخره وكنت سألت حضرتك من شوية على رؤوس الأموال الضخمة هل هي أفسادت كرة القدم ولا بالعكس كانت مفيدة بالنسبة لها خلينا سألك نفس السؤال على السوشال ميديا حضرتك أكيد عصرت العهدين عهد الصحافة الرياضية الكلاسيكية بشكلها المعهود المتعرف عليه وكبار يعني الصحفيين المتخصصين بالرياضة والوضع الحالي اللي بقينا فيه هل السوشال ميديا بوزت الدنيا أفسادت المتع على الأقل في كرة القدم فكرة أن كل واحد ممكن يقول حاجة والحاجة دي تتشير فينتج عنها أو تشكل ضغط على أفراد أو على فرق أو على منتخابات حتى هي كل حاجة ملهاش مشكلة كل حاجة ملهاش حدود مشكلة فهي مشكلة السوشال ميديا إن إحنا بقينا ما فيش حدود زي ما حيك ممكن يخش الانتقاد متاح لكل لكن فيه انتقاد بلهجة مش مصبوطة فيه حاجات بتعدي مرحلة الانتقاد بتخش في مرحلة سوري يعني في اللوز قلة الأدب وده غير مقبول طبعا وده مشكلة كبيرة جدا لديه لازم يكون لها حدود طبعا فكرة زي ما حيك بتقول برضو إحنا تعودنا على شكل كلاسيكي شوية طبعا لازم نتطور لازم كل حاجة تتطور لأن اللعبة نفسها تطورت واللعبة نفسها تطورت وكل ده لكن فيه حاجات بينفعش برضو فيه حاجات التقاليد وسوايبت بينفعش أن نخرج عنها ولا كميطاق شرف تقدر تقفش وفاقي ما هدي مشكلة دي مشكلة يعني أتمنى زي ما بقولك يعني فكرة إحنا سمعنا يمكن من فترة على راشفور دي تعمل شاستونات اللي رفع أتمنى دي تفعل على كل سبب لما الموضوع لما بيعدي حده بأدمه وحتى على الانطاق الأندية يعني الموقع فيه حاجات لذيذة يعني ممكن بتشوف أندية بتعمل تويتس البعض بتخذر وحتى لو نتيجة تقيلة بياخدوها بشكل خفيف بيخرجوا الموضوع بينا بنشوف حاجات لذيذة في مثلا البهايند السينز وبنشوف اللي بيحصل يعني مثلا اللي كن الناس بنتكلم عليه لقطة صلاح هو بيجري لقطة جوارديولا بعد الجول حاجات دي دمها خفيف لكن في حاجات تانية بره بقى للسيارة خالص فهي وخارج إطار الروح الرياضية حتى بين مشاجئي فرق متنفسة بالزبط يعني فهي يعني نتمنى أن الموضوع يبقى فيه الليمتس الليمتس هتخلي الموضوع أحسن بكتير وحتفيد مش هتدور طيب إحنا يسه عندين وقت كيف نتكلم مش عارف احنا نلفينا خلاص كل حاجة طيب خلينا نتكلم برضو ستيل لسه في باريس سان جرمان عن ميسي أنا حزينها شوية على ميسي وكريستيانو رونالدو لأن هم الاثنين كنا نتمنى حتى لو حيبقى فيه اعتزال قريبا يكون بشكل يعني أو تبقى النهاية طليق بالتاريخ هي دي النقطة ميسي لم يتقلق تماما مع باريس سان جرمان منذ قدومه من بارسلونا ويمكن برضو كان رحيله عن بارسلونا أمر مش بييده أوي احنا فكرين طبعا اللي حصل لكن أكيد كان أفضل من بقاءه في بارسلونا بارسلونا مدمر إلى حد كبير حتى بعد اندبام لفندوفسكي ما فيش أي حاجة أضيفة يعني فبرضو ميسي مع باريس سان جرمان مش شايفين أي أداء بيحصل على الصعيد التاني برضو كريستيانو رونالدو فكرة هنا يعني دول اللي هم عشاق بالملايين في كل أنحاء العالم بتشوف مفروض الأفضل أو السيناريو الأفضل إيه هو يعني خصوصا طبعا إحنا عارفين كريستيانو رونالدو زيما حضرتكو بردو متابعين هو أعلن أكتر من مرة أنه هو مستقى جدا من اندبام منشستر ينايتد دي ما كانتش رغبته أصلا في الأساس ده من ضغط عليه وعلى كل حال هو قال أنه عايز يسيب في يناير القادم بعد كاس العالم عصا عيد الثاني قالوا أن النادي عمل موافقة ضمنية طب ماذا بعد كريستيانو وماذا بعد ميسيو في نفس الوقت أولا هو الميسيو كريستيانو اللي عملوه مش ده طبيعي مش طبيعي أنك تبقى توب فورم 15 سنة متتالية دي حاجة عظيمة وحتفظل فكرنا لهم أنهما حيفضلوا أساطير بسبب ده هو طبيعي أن العيب يوصل للتوب ويبقى حاجة استثنائية وعظيمة جدا لكن بيبقى مثلا 3-4 موز إنما 15 موسم 16 موسم 17 موسم وانت في الطب دي حاجة عظيمة جدا فطبيعي اللي احنا دلوقتي خلاص ففي نهاية الوقت ده بالسن وبالكارير وكل حاجة ميسي السنة اللي فاتت فعلا كان بعيد جدا ما كانش لدرجة أنه فكرة أنه ما يبقاش موجود في ترشحات البلندور لأول مرة من 2005 فصراحة حاجة مخزنة جدا لكن هو السنة دي عمل للمسيرة لأنه عنده حلم كبير هو كاس العالم هو مركز قوي في كاس العالم فالسنة دي أحسن كتير مع باريسان جرمان بداية الموسم شكلها كويس قوي مع الأرجنتين من ساعة كوبة أمريكا اللي كسبتها الأرجنتين وبعد كده سلسلة لهزيمة وصلت لـ 34 ما أتشأ أعتقد وهم يمكن أحد المرشحين الكبار جدا لكاس العالم هو واضح إنه مركز قوي في كاس العالم هو أعلن أنه هيكون آخر كاس العالم ليه مش مهيط مشواره بس آخر كاس العالم ليه مش هيلعب تاني كاس العالم وده طبعا منطقي لأنه 35 سنة خلاص مش هيلعب موجود كاس العالم للم يعني عندك إبراهيموفيتش ما هم 22 و40 سنة إبراهيموفيتش حالتكلم عنه عدوية عندنا أصنائي راجل بشكل مش طبيعي هو مركز قوي في حيث الكاس العالم كريستيانو هو موقف مختلف شوية لأنه كان أول موسم مصر أنه عايز يلعب دوري أبطال ومنشاستر ما بلعبش دوري أبطال فدخل في كلاش كبير جدا ما حضرش فترة الإعداد برحشر الجولة الترويجية لقبل الموسم بعد كده قعد احتياطي بدأ يمكن آخر مطشين بس اللي بدأ إلعب أساسي تاني لكن برضو لسه مش ده كريستيانو أكيد يعني مش ده النجم الأسطورة اللي احنا شايفينه ده أعتقد برضو ممكن بعكس عام يكون في كلام تاني لأنه زي ما تقل زي ما أنت قلت بالزبط أنه هو منشاستر يونايتد عنده استعداد أنه يفتح تاني باب الرحيل بتاعه سواء في ينار أو في نايتد ومشي في إيه زي ما بيتقال يعني الصفقة كانت تقيلة برضو أنه يعني بص كان قرار عاطفي أكتر منه قرر مدروس يعني يونايتد كان عايز رجع نجمه الأسطورة اللي بدأ ما صرته معاه وهو كان بعد ما عايز يخرج من يفانتوس كان قريب أنه يروح سيتي لكن نرجع فكر برضو بالعاطفة شوية واتقال أن السير أليكس فرغسن نتكلمه وكده لكن منطقيا لا ما كانش كان قرار غير مناسب لا لكريستيانو ولا للمنشاستر ما بل خلى فعلا زي ما كانت نهواند بتقول من شوية فكرة أن يعني خسارة أن لعيبة أساطير بالشكل ده أساطير بالمعنى الحرفي مفيش أي سيغة مبلغة بأي حال من الأحوال تبقى دي نهايتهم أو نهاية مشوارهم برضو نهاية حزينة إلى حد كبير هي فكرة أنك تفكر فعلا يعني هتحط خط إمتى هتحط النقطة النهاية إمتى واحد مثلا زي زينة دينزيدان قرر أنه يعتزل في 2006 رغم أنه كان لسه فأعلم يعني واخد أحسن عيف العالم في السنة اللي اعتزل فيه هو ده لكن بالضبط لكن هو شاف كده وهو حتى قالت كلمة الزكية أو اللي تقلت أننا جسمي مش قادر يواكب عقلي أننا القرار اللي باخده مش قادر أنفزه يعني إحنا ما شفناش ده ترجم على الملعب هو كان لعب هو على غاية أخر مطش اللعبه أخر مطش اللعبه في نهاية كس العالم هو أحسن واحد فجبت منين أن أنت عقلك أما للناس اللي احنا بنشوف بتحذروا بقى والله طيب خلينا نروح لتقلق المصريين في الدوريات العالمية المختلفة والحقيقة فيه ست لعيبة مصريين حققوا أو أحرزوا ست أهداف خلال الـ 48 ساعة الماضية وساعدوا فرقهم من خلال الأهداف دي في التقلق في الدوريات المختلفة البداية كانت مع أحمد حسن كوكا لعب ألانيا سفور التركي والجول اللي سجلوا في وساهم طبعا على فوس فريقه على أنطاليا سفور بنتيجة 3-2 فاحنا عندنا أحمد حسن كوكا في الدوري التركي وعندنا عمر مرموش والهدف الهائي اللي حققوا عندنا مين تاني طبعا محمد صلاح بطبيعة الحال وبصفة الخاصة الحسك الأسرع في التاريخ محمود حسن تريزي جي وحجازي ومصطفى محمد شايت سيقلق المصريين في الدوريات العالمية المنزل لا الحمد لله الفترة دي كل تقريبا المحترفين مشين بشكل كويس قوي ممكن نتمنى كمان أنني يرجع من الإصابة لأنه كان أساسي في أرسنل قبل الإصابة لا كلهم مشين بشكل كويس قوي صلاح طبعا مش محتاج كلام ما قولنا نتكلم أهلي كتير ومش محتاج حاجة حجازي ببادي الموسم بشكل هايل مع التحاد جد يعني دفاعيا وهجوميا كمان سيحياس جايب هدفين لغادي الوقت يوم كسب فرقتهم مبارح مطش مبارح مصطفى محمد واخد أحسن لعب في الشهر مع نانت ومبارح قدروا يكسبوا برضو وسجل وهو بيسجل تقريبا بشكل مستمر يعني مرموش عام الموسم رائع جدا مع فوليوزبرج جبهو العالمي فعلا عالمي كشبه جوني ما تمتعب في الاتحاد الليدي باستلام حاجة على المزاج هو حلو بس فلا برضو مرموش عامل شكل كويس اوي ورغم انه برضو كان مرموش كان عايز يمشي من فوليوزبرج عايز يروح تجربة احسن واعتقد هيجيله عروض احسن في يناير ان شاء الله لانه ماشي بشكل حلو اوي في الدورة الالمانية والدورة الالمانية من دورات الصعبة جدا ان التتقلق فيه كوكا وتريزيجي برضو عودونا خلاص بقى ان هما في يعني كوكا ما شاء الله هتدف على طول في كل الفرق اللي بيروح اي ان كان الفريق اللي بيروحه على طول موجود شكل كويس اوي هو نجم هو اللعيب اللي حتى الجمهور شايفه نجم الفريق وبيتعامل معه الاساس ده فترة كويسة جدا اتمنى انها تنعكس على المنتخب ان شاء الله لما نرجع تاني بعد كاس العالم للتصفيات احنا عندنا ماتشرة ودية لسه قبل كاس العالم لكن بعد كاس عام عندنا تصفيات بقى كاس الامم 23 وعندنا كاس الامم نفسه فحيبقى عندنا ضغطة كده لكن يعني فيتوريا محظوظ ان كل اللعيب بتاعته ما شاء الله ماشية بشكل كويس طيب لو روحنا تاني معلش لبرسلونا وفكرة انا هل اسم تومس تاخل مرشح فعلا لتدريب ببرسلونا زي ما احنا بنسمع ولا لا في نفس الوقت برضو الرومرز اللي طلع ان ممكن ممكن يعود ميسي مرة تانية ده كان نص التاني من سؤالي اللي كنت عايزة اقوله هل مصير ميسي ممكن يكون العودة مرة تانية لبرسلونا بعد تحسن الاوضاع المالية تحديدا اللي كانت بيعاني منها بقى له طريبا موسمين ثلاثة بالنسبة لتوخل هو بطروح بس للأسف ده برضو ضمن التخبط بتاع برسلونا لان توخل يعني دي اناي مختلف تماما عندي ايه برسلونا توخل طريقته واسلوبه واسلوب تفكيره واسلوب لعبه مالوش علاقة خالص باللي برسلونا عايش فيه بقى له العمر كله ربما ده الأفضل في الفترة الحالية لبرسلونا يعني اذا كان هم شايفين كده وازا كان الاصلاي فكرة دايما المدرب هو مش مدرب بس كده هيجي حياة معها عصايا سخرا هو عنده عناصر عنده طريقة لعيبة انت اشتريت مثلا لعيبة في الصفقات بتاعة الصيف علشان خطة معينة أو عشان طريق حيفيدوك في فكر معين تأخذ الفكر مختلف تماما لكن زي ما بقولك ده دمن الارتباك المشهد الارتباكي اللي برسلونا عايش في بقاله سنين بالنسبة لماسي تقال فعلا الكلام انه هو عنده شرط جزائي مع نهاية المسم ده مع باريس سانجرمان وانه ممكن يرجع تاني يبقى العودة الحلم يعني بالنسبة ليه هو والبرشلونا طبعا والإدارة بتاعة البرشلونا عايزة كده لكن زي ما قلتلك ميسي قافل كل حاجة لان كل تركيزه كاس العالم ميسي بالنسبة لكاس العالم ده حاجة ماشي بعد كاس العالم هو برضو كريستيانو رونالدو بعد كاس العالم مفروض على شهر واحد هيا الفكرة لازم أقولك لان الكلام تقال وميسي نفسه طرح عليه السؤال فهو قال ما حادش تقالني على حاجة يعني هو ممكن يبقى الموضوع وارد أنه يرجع تاني لكن برضو الفكرة هو ميسي برضو مش ساحر يعني مش هيرجع هو كي تساحر طبعا دي حاجة تانية بس هو مش هيرجع لا يشحب الجملة بقى معا الملعب بس يعني مش كل الأزمات دي هتتحل فجأة لا أكيد وما فيش لعب يعرف يعمل حاجة لوحده يعني التساتيم يعني الجيم خلينا نقولها لانه مش لعبة فردية دي لعبة جماعية وفي نفس الوقت فكرة أن أنت برضو قعدت تاخد قروض وتحط على نفسك ضغوط وكلاع عشان خطر تبني فرقة مرة واحدة وبعدين كل دا كان مبني على فكرة أن أنا هكمل في الشامبينز ليك فهيجي لي إراد فأنت اللقتي كل دا تهدم أنا مش فهم حاجة معينة مع بارسلونا بجد كفكرة يعني اقتصاديا أنت مشيت النجم الأكبر اللي هو أصلا جايب لك كل السبونسور وهو اللي جايب لك كل الفلوس مع الأزمة المالية اللي عندك عشان مش عارف تتفع في نفس الوقت عمل صفقة يمكن أكيد أقل من صفقة ميسي بس ليفاندوفسكي برضو ما هوش لعب أو الصفقة اللي كانت قليلة في يعني أنا مش فهمة وفي نفس الوقت ليفاندوفسكي ما قدرش أنه هو يعمل لك العائد اللي كان ميسي عامله فأنا مش فهم المعادلة أو تفكيرهم إزاي بصراحة هو السنة اللي فاتت كان فيه أزمة اللي هي الاقتصاديات كانت اضطر أنه هو يمشي ميسي أو هو مع أنه اتقال أنه ممكن المرتب ينزل بايداوي واتقال أنه هو نفس وافق واتقال برضو أن القانون هناك بيمنع كتب بالضبط أن رابطة الدوري قالت أنه مش حينفع بالضبط أنه مش حينفع في الموضوع ده وده حصل حتى لو بالتراضي حتى لو بالتراضي السنة دي حصل فكرة الموضوع الرفعات الاقتصادية اللي هو عملها أنه هو مثلا باع حقوق الملعب مش عايز أقول الاسم لأحد الشركات وتحط إسمها على الملعب بشكل كبير قوي فمقابل أنه حيسددها من الإرادات والنواياتك هو بيحاول حتى باللوقات يكبر الملعب كمان أنه يزود العدع عشان يزود مدخيل الفرقة لكن للأسف ده ما كانش مدروس لأنه ما بقولك معتمد على نتائج ونتائج ما حصلتش ما حصلتش بالذبط ده مش مدروس وده حيعمل يعني أعتقد الأزمة ممكن ترد بشكل أكبر في الفترة الجايزة مصيبة ساعتها بالضبط طيب إحنا رحنا مع حضرتك بكلامنا الإنجلترا وفرسا وألمانيا إيطاليا ما رحناش إيطاليا ينفع كده فنك طب يعني ياريت نروح بجد بقى ياريت فعلا طيب رأيي حضرت إيه في مشوار نابولي في الدوري الإيطالي وفي دوري الأبطال دي ناحية ومن ناحية تانية هل وارد أن الميلان هو اللي يحصل على لقب الدوري للسنة دي كمان الدوري الإيطالي السنة دي مختلف خالص المنافسة فيه كبيرة جدا نابولي وميلا وإنتر ديسة في الصورة وأطالنطة داخل في الصورة في المنافسة الغريب النيوفي هو اللي بعيد يوفنتوس بعيد لأن للأسف نتاج سيئة كتير لكن نابولي قصة حلوة لأن النادي المالك بتاعه دي لارنتس بقلوه ستنين بيحاول يبني في الفرقة دي وجرب كذا حد جرب أكتر من مدرب لغاية ما استقر على سبالاتي سبالاتي مدرب عنده خبرة كبيرة وعارف كل حاجة في الدور الإطالي الكيميا مشت السنة دي الفرقة شكلها حلوة جابوا دهية بتاع جورجيا اللي اسمه خيفيتشا كفرات سخيلية ده اسمه صعب قوي بالسواد إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ حسنين يكون حطري جابوا الميت قولي يا كريم كريم خيفيتشا كفرات سخيلية هو اسمه صعب أعتقدش أن نابولي حيلاقي بقى ملايين بتتريمي على الترابيزة عشان خاطره يعني فالفرقة ماشية بشكل محترم قوي متصدرين الدوري في الشامبينز ليج عاملين نتائج أسطورية يعني كسبوا ليفر بول أربعة وكسبوا أكس ستة وخلاص ضمنوا أنهم في الدور اللي جاي أنا بأتعاطف مع التجرب دي وعايز نفسي تكمل بصراحة يعني على الأقل في الدوري يعني عنده رفيال ليه ولعيب بهايل عنده جيرو بيستعيد مسارته مرة تانية زلطا لسه مابتداش الموسم بس برضو وقوده على الأقل حتى كاسم بيدي قيمة كبيرة جدا لميلا فإيطاليا الدوري اللي فيها السنة دي فكرنا بالدوري الإيطالي بتاعة التسعينات بالمتعة بتاعة الزمان دي هيا صحيح رجعت مرة تانية كانت غايبة شوية برضو بالضبط طيب لو هنروح الباندار مرة كمان وإحنا تكلمنا عن أفضل لاعب خلاص بن دي ما هو المرشح يعني الأكبر لو رحنا لكورتوة بقى كحارس مارمب هاي برضو كورتوة هو المرشح الأكبر المرشح الأساسي هو كورتوة ملوش منافس يعني مين ممكن يبقى منافس كورتوة وفي السنة اللي فاتت هو أحد أسباب أن ريال مدريد ياخد الدوري والشامبينز ليج والشامبينز ليج تحديدا كان هو كورتوة لأنه عمل موسم رائع جدا يمكن حتى إصابته كان قلق جمهور المدريد شوية هو خاص على وشك أنه يرجع يعني كان بسلونين الحارس الأوكراني البديل قدر يسد مكانه يعني لكن لا كورتوة عمل موسم عظيم جدا حاليا هو العظم في العالم أكيد يعني فيه منوال نوير فيه أليسون حارس ليفر بول لكن كورتوة يعني اللي قدمه السنتين اللي فاتوا تحديدا الموسم اللي فات يخليه فعلا هو الأفضل في العالم بلقتي هو كورتوة كم سنة دلقتي أعتقد 31 مش صغير بس بالنسبة حراس المرمى لسه عنده هو السن بالنسبة حراس المرمى ممكن يوصل لـ 40 مثلا ساعات ساعات بيعديها بيعدي كده بالزبط عندنا كابتن عصام الحاضري مثلا عميد حراس مرمى تريبا اعتزى 45 40 الدوريات المختلفة بتستمد قوتها من قوة المنافسة بين فراغها ولا بتستمد قوتها من نجومية وأسماء اللعيبة الموجودة فيها اللي بيخلينا ساحلك السؤال لأن في دوريات طول عمرها كانت يعني كان صعب تقول أن في دوري بعينه هو الدوري الأقوى على مستوى العالم لكن عندك لو نتكلم كمان على التسعينات وبداية الألفنات الدوري الإيطالي بنفس قوة الدوري الفرنسي بنفس قوة الدوري الإنجليزي إلى آخر ليه ده ما بقاش حاصل ليه عوامل كتير من ضمنها النجوم اللي موجودة طبعا الرأس المال يعني أه طبعا ده الأساس دلوقتي لأنها أصبحت بيزنس يعني يعني بنتكلم في حقوق البث اللي بتتعمل فإن أنا أقدر أنشور اللي عدا في أماكن كتير فإن أنا الدوري ده يبقى بتشاف في دول كتير قوي خاصة هي بقيت بزنس يعني أنت بتشوف الأرقام اللي بتتدفع في ناس فاكرة مثلا أن الأندية بتجيب فلوس من الصفقات ومن التشيرتات ومن المرز المصدر الرئيسي للدخل هو دلوقتي البث هو البث ده أكبر مصدر بيجيب دخل الأندية ده بيفرق كتير قوي فكرة العمل العوامل الجاس بتفرق فمثلا دلوقتي كله بيعتبر الدور الإنجليزي هو الأهم لأنه فيه أكبر نجوم فيه أهم العيب فيه منافسة بس ممكن تقول مثلا المنافسة ممكن تكون في إيطاليا أكبر لكن إنجلترا الدنيا فيها برضو فكرة أنك بتبني براند بتبني مثلا فكرة الطوب سيكس اللي موجودين أنك يماتش زيان برح ده لما لفيربول بيلاعب سيتين العالم كله قاعد مستني مليارات قاعدة مستنيها الماتش بتشوف ورهانات وحاجات زي كترة بيها أكتر من عامل لكن هي فعلا فكرة برضو السوبر ستيرز الموجودين بتفرق لأن لو كنا لسه بنقول إيطاليا في التسعينات كان دورة إيطالية فيه مثلا بتلاقي رونالدو بتلاقي كلينسمان بتلاقي مارادونا كل النجوم التقيلة موجودين رغم أن مثلا نابولي قبل مارادونا ما كانش نادي بينافس قوي ميلان بدأ يشتير قوي على الصحة الأوروبية وبوجود بقى ريكارد وفنباستن وخولة الثلاثة الهولندي اللي كان موجود فشفنا برضو فكرة أن يبقى عندك أسامي كبيرة أكيد ده عامل جذب للدوري وعمل مشاهدة كبيرة للدوري ده اللي موجود دلوقتي في إنجلترا بشكل أكبر من بقية الحياة زائد المنافسة طبعا يعني مثلا الدوري الألماني أنا أحب الدوري الألماني جدا لكن بس هو ما فيش غير بايرن عشر سنين بايرن يعني أنا بنافس نفسي ما برضو ده اللي إحنا بنقوله لما نيجي نتكلم عن الدوري المصري وبغض النظر عن المسلمين اللي فاتوا برضو أنت كنت إلى حد ما في جعب ما بين حتى لو حنقول أهلي وزمالك والباقي كان في جعب مؤخرا أصبح نقص صفقات وحاجات تحصل ده إدت تنافسية عشان كده دايما لما بنتكلم عن الدوري أنا وكريم بنتكلم هذا الموسم أو الموسم القادم يعني حيكون في تنافسية وربما يكون الأمتع لأن أنت عندك الأهلي عايز يستعيد اللقب الزمالك عايز يحافظ على اللقب وده مشروع وده مشروع عندك النوادي الصعدة عايزة تبقى في رانكينجز تاني عندك صفقات بتتم قد كده فلا في تنافسية ودي أعتقد بتبقى متعة في الآخر بالزبط وبتعلي قيمة البراند أو قيمة المنتج اللي أنا بقدمه بتعليه وبتخلي أتمنى كمان نقطة مهمة جدا لازم نحطها اعتبرنا أن الجمهور لازم يبقى موجود لأن الجمهور بيفرق كتير قوي يعني هو دلوقتي المتاحس التلاف ولا كام تقريبا من هنا و هنا مايش نمس التلاف بس مش حاجة ده مش رقم يعني خلينا نكلم مثلا بارح شفت الجمهور عملي إزاي في أنفل وكل الناس بتتكلم على أنفل ده تحدير أنه كله بيقول لك أنا بروح أنفل ده أنا خايف مدعمة ده حاجة مشروعة يبقى فيها أكتر من 120 ألف مشجع بيرجوا المدرجات وعلى فترة كلام ده مش مثلا مش مطش نهائي لا أحسن مثلا الأهلي والاتحاد زماليك والإسماعيلي مليان وكل فرق ليه جمهور دلوقتي أغلب الفرق للأسف ما بقاش ليه جمهور فأتمنى أن نراجع لأن نستحق ده يعني ده ومصر يستحق هو عودة جمهور أمر يعني نتمنى نصرع نتمنى على سعيد التاني بقى فيه بلد التزام من المشجعين لأن إحنا اللي هندفع التمن تاني لو حصل أي شغب يعني يعني ده برضو نقطة هي دي برضو اللي هنرجع اللي كان كريم بيقوله في حتة السوشال ميديا والتقل نحط زود في كل حاجة يعني زود في المدرج نحط زود في كل حاجة ساعتها الدنيا إن شاء الله هترجع وتبقى كونس إحنا بقلنا فترة ماشيين في سكة الإصلاح أنا بكلم بقى مش على فريق ولا حتى على المنتخب أكلم على منظومة كرة القدم المصرية بين قسين ولا سيامة المنظومة التحكمية ففي عمليات الإصلاح دي هل حداك شايف إن في حاجة نقصانة لم يفطن إليها صناع القرار التخطيط البعيد المدى يعني إحنا للأسف دايما بنفكر بكرة هيحصل إيه لأ لازم تفكر بعيد شوية يعني معلش سامحني يعني بس الدورة الدورة بكرة بكرة معنا بكرة ما فيش جدوى لا حتى أكيد لو دورنا حيثبها حيثبها لا فده فعلا يعني إحنا محتاجين بس نبقى مخططين يعني إنت لو سألت مثلا الدورة الإنجليزية السنة الجاية الجدوى لفين هايقول لك تفضل صحيح طبع فإحنا محتاجين بس إن إحنا يعني إيه وإحنا بنخطط لدلوقتي وهو فعلا زي ما قلت في خطوات حلوة بتتخذ نخطط بعيد شوي يعني عندنا شورت ترم يعني لوم ترم يعني بليز لأن إحنا يعني برضو فكرة إحنا يعني النهاردة 17 أكتوبر الدورة حيبتبه 18 أكتوبر اللي هو في الوقت اللي الدور الأولاني خلص فيه في الدورة اللي هو الأكتوبر بيخلص اللي هو الدور الأولاني خلص بره وإحنا في موسم استثنائي بسبب كسا العالم صحيح وإنه يعني تكلم التلحم والمباريات والتصاق المشارات بيجي على دماغ نحن يعني إحنا إحنا جيدا بيجي لعبة المنتخب يجي لك أسطور ما مش قادرين طب ما هم عشان بيلعبوا كل يومين ما هم ده مشكلة فلازم نأخد قرار جريء إن إحنا مثلا مثلا يعني موسم نلعبوا دور واحد موسم نلعبوا مجموعتين أنا محبش مجموعتين خاص بس بس أكتليس دي هتبقى حلول عشان نرجع تاني للأجندة الطبعية بالزبط وعشان أقدر أحافظ على العيبتي دي لأن العيبتي دي إذن بيقولك السنة الجاية عندي كاس أمم عندي تصفات كاس عالم عندي حاجات كتير حتبتدي عندي المنتخب الأولمبيا عنده تصفات الأولمبياد عندي منتخب الشباب عبدو كاس أمم ومبول الشباب فعندي حاجات كتير طبطات كتير الأندية اللي بتلعب في الطولات أفريقية إحنا على الحقيقة عايزين نختم مع حديك الحوار ده ونقولك حاجة واحدة حالك نورتنا نهارا ربنا خليك والله سعيدنا جدا لا لا تشرفت واحدة نلفنا كتير لا ولسينا بيك العالم برضو تعبناك معنا يا دكتور عادة لسينا ورثنا والله قراءة أكثر من رائعة حقيقة العادة يعني مرسي ربنا تشرف لي يا والله وانا ما دعما مصوتها في القناة مبوطة هنا نشوف هنروح لفاصل وكريم حيرجع مع حضراتكو ومعا دكتور ريهام الحيوي زي ما كنت تبع نوه أنا وهو فبداية الحلقة هيبقى فيه ملف طبي أكيد جديد بس أكيد برضو في نفس الوقت تنفيد جدا فاصل ونرجع نكابه